قال الرسول كان ملياردير بمعنى انه كان سريا وكان غنيا في الناحية المالية ويمكن احنا يعني اتكلمنا في رواية قبل ذلك عن ام المؤنين عائشة انها كان تنفق من الصباح حتى المساء تنفق من ماذا يعني بلا شك ان هناك ملكيات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستعين بها على النفقة هو لم يترك للارس شيئا وما تركه يكون لا لورسته ولذلك يقول نحن معاشر الانبياء لا نورس ما تركناه صدق للناس يعني لا يأخذه لا فاطمة ولا ام المؤنين عائشة ولا زوج ولا بنت الانبياء لا يورسون لا يورسون نعم لا يتركون شيئا يعني يورس لهم لا تنتخل ملكيته الى الورسة فعلى كل حال كيف اذا انفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو من الغنى والسراء ثم بعد ذلك يمر الشهر والشهراني وثلاثة اهلة ولا يوقد في بيت رسوله هذا من العجب العجب لانه قد رهن درعه ليهودي طبعا احنا ممكن نحلل قضية رهن للدرع اليهودي لأجل التشريع يعني لأجل انه لا مانع من معاملة اهل الكتاب ومعاملة مالية ومعاملة مالية لا مانع يعني وباتصاد معه يقتضيها الرهن ان يرهن هو صلى الله عليه وسلم او واحد من اصحابه ويقر على ذلك فكونه مفاعل صلى الله عليه وسلم ورهن فهذا يدل على معاملة مالية مع الاخر اه مع الاخر لكن انا اصد يعني بالمعنى الدارج انه كان فقير هو يفسر ذلك مع هذه الدراسة التي عملت لانه هذه الدراسة التي عملت اخذها من الروايات هذه دراسة اكاديمية دراسة اكاديمية عملها باحث واحتقيت فضيلتك في مدينة المنور اه في المدينة المنور تقريبا يعني عشان انا برضو مش متزكّل كماما لكن انا استقيت به واهداني هذه الرسالة هي التي تقول من واقع مستندات الروايات الوردة في كتب السنة بحصر ممتلكات سهل فجمعها وجبرها بالمعاملة العادية هذا يفسر لنا قضية الكرم ايوه هذا يفسر لنا قضية العطاء يفسر لنا قضية الانفاق الذي ليس له حدود وإلا فكيف ينفقه لا شك أن هذه الثروة أو هذا هذا الذي جمعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان زاهدا أبعد ما يكون الزهد يعني الدنيا ليست في قلبه أبدا وإنما الدنيا في يده ومدام الأمر كذلك فهو يعطي الآخرين ألا يمكن أن تعمل حساب لغد يعني بكرة بالذات كمان مش للمستقبل اللي هو البعيد ترجمة نانسي قنقر